اشتركوا في القناة وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلما تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الأفاضل درسنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك عن الأحكام الخاصة بالمرأة في العبادات ولا شك أن النساء شقائق الرجال وأن المرأتاء هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت وهي العمة والخالة وجميع ما شرع الله سبحانه وتعالى من التكاليف كلفت بها المرأة كالرجل وإنما اختصها الشارع بشيء من الحكام لأسباب ثلاثة إما طبيعة المرأة فهي يعتريها ما لا يعتر الرجال وتكون لها حكام خاصة أثناء الوضوء وأثناء الصلاة والصيام والحج والعمرة أو أنه يعتريها أيضا مشقة وحرج في فعل التكاليف فخفف الله سبحانه وتعالى عنها والسبب الثالث رعاية وعناية الشريعة الإسلامية بستر المرأة فرتبت أحكام خاصة بالمرأة مراعاةً لسترها لأن المرأة كما ورد في الحديث أن المرأة عورة فإذا خرجت من منزلها استشرفها الشيطان وسوف نعرض في هذه الليلة المباركة ما تيسر من أحكام المرأة في العبادات ففي الطهارة من علامات البلوغ الحيظ الرجل يعتبر بلوغه بثلاثة أشياء إما أن ينبت ينبت الشعر حول العانة وحول الدور الشعر الخشن أو يبلغ خمسة عشر عاماً أو ينزل المني هذا الرجل المرأة تختلف عن الرجل من علامات البلوغ الحيظ فلذلك لا يراعى بلوغ المرأة خمسة عشر عاماً كما يراعى في الرجل فإذا حاضت المرأة فإنها تعتبر بالغ وتتوجه إليها التكاليف من صلاة وصوم وحج وعمره وجميع التكاليف الشرعية بمجرد نزول الحيظ عليها وهذا بعض العلماء نزول الحيظ عده أنه لا حيظة قبل تسع سنين لا تحيظ المرأة قبل تسع سنين وبعض العلماء قالوا أنه متى ما رأت الدم ولو كانت أقل من تسع سنين فإنها تعتبر بالغة وكثير من النساء يغفلنا عن بناتهم في هذه المرحلة فقد يبكر نزول الحيظ عليها وبعضهم ينتظر الخامس عشر أو أكثر من ذلك ولا يدرون أن نزول الحيظ علامة من علامات البلوغ فلذلك يجب أن نتنبه وأن ربي بناتنا على هذا الحكم الشرعي أنها متى ما رأت الدم تخبر والدتها ووالدتها تخبرها ماذا تفعل لأنه سيترتب على ذلك أنها لا تصوم ولا تصلي وأنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فهذا الحيظ علامة من علامات البلوغ يجب أن يتنبه تتنبه الأسرة علي إليها في حكم يختص أيضاً بالحائظ وهو وطو الحائظ وهذا حرام والله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيظ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فوطو الحائظ محرم والمرأة في هذه المرحلة تعتبر مريضة تعتبر مريضة تتغير عندها الهرمونات وتغير عندها النفسية فلا بد أن يحتمل الزوج مثل هذه المرحلة التي هي مرحلة الحيظ ولا يقربها حتى تطهر له أن يأمرها في التتزر ويباشرها مباشرة دون جمع يمباشرها دون الفرج هذا لبأس به لكن وطعها في الفرج هذا حرام لا يجوز مما يتعلق بالحيظ أيضاً حكم أخذ الأدوية التي ترفع الحيظ من أجل العمرة أو الحج هذا بعض النساء تريد أن تحج أو تريد أن تعتمر وتخشى أنها إذا أحرمت نزلت عليها الدورة الشهرية أو الحيظ فتسأل هل لها أن تأخذ الأدوية التي ترفع الحيظ في هذه الفترة حتى تتمكن من الفراغ من عمرتها أو حجها يقول العلماء يجوز لها ذلك بعد أن تسأل الطبيب فإذا لم يترتب على ذلك ضرر في بدنها أو في يخل بالدورة الشهرية ونحو ذلك فلا أن تأخذ هذه الأدوية التي ترفع الدورة في هذا الشهر أو تؤخرها تؤجلها من أجل أن تصوم شهر رمضان مع المسلمين وتعتمر أيضا وتفرق من عمرتها قبل أن تأتيها الدورة إذا كانت قريب عمرتها إلى مجيئ الدورة أو في حال الحج أيضا لأن الحج والعمرة ستمتنع عن الطواف فقط دخول البيت ستمتنع منه والطواف ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به أما طواف الوداع فهو واجب وسيأتي إن شاء الله ذكره بالنسبة للمرأة كيف تعرف المرأة أنها طاهرة النساء يعرفنا الطهارة وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والقصة البيضاء هذا ماء رقيق يخرج من بعض النساء ويسمى الطهارة يخرج من بعض النساء ليس كل نساء يخرج من هذا السائل لكن العبرة أيضا إذا لم يكن تكن المرأة يخرج من هذا السائل الأبيض الذي يدل على الطهارة هذا تستند فيه بالطهارة على الجفاف تستند حتى تعرف أنها طهرت تكون جافة ويقول العلماء أنها تحتشي بقطنة تحشي فرجها بقطنة فإذا خرجت بيضاء نقية فمعنى هذا أنها طهرت هذا بعد أن تمضي أيام عدتها وتنتهي وقد يكون المرأة أيضا تطهر قبل أيام عدتها فإذا طهرت أيضا قبل أيام عدتها مثلا كانت تحيظ سبع عادتها سبع فرأت الطهارة لخمسة أيام لخمسة أيام وجفت ولا تظن أنه سيعود الدم في خلال اليومين القادمين فإنها عليها أن تحتشي بالقطنة وترى ماذا يخرج فإذا خرجت القطنة نظيفة وليس فيها دم وليس فيها صفرة أو كدرة أو نحو ذلك فإنها حينئذ تختسل وتصلي وتصوم هذا معرفة الطهارة كيف تطر المرأة من الأحكام الخاصة أيضا بالمرأة والنساء يتزين ببعض الزينة في أعضاء الوضوء مثل وضع الكريمات على البشرة أو وضع الطلاء على الأظافر وهو ما يسمى بالمناكير هذا لو وضعته المرأة على طهارة فلا بأس إذا وضعته المرأة على طهارة فلا بأس حتى تزيله حتى تزيله لكن لو وضعته على غير طهارة ففي هذه الحالة يجب عليها إزالة هذا الطلاء حتى يصل الماء إلى الأظافر وأقصد أنها إذا وضعته على طهارة يعني مثلا دخل وقت صلاة الظهر فتوضأت توضأت للصلاة ثم وضعت هذا الطلاء على الأظافر فإن لها أن تصلي والطلاء موجود لا يشترط إزالته لكن لو أنه انتقض وضوءها وأرادت أن تتوضأ مرة ثانية فلا بد أن تزيل هذا الطلاء حتى يبلغ الماء البشرة عندنا مسألة نقض الشعر المظفور عند الاغتسال للجنابة أو الحيذ المرأة إذا أرادت أن تقتسل من الحيذ أو الجنابة وكانت تظفر شعر رأسها وتضعه جديلة فهل عليها أن عند الغسل تنقضه بالنسبة لغسل الجنابة أخف من غسل الحيذ وخفف فيه العلماء فقالوا إنها لا تنقض شعرها لغسل الجنابة وإنما يكفي أن تحثوا عدة حثيات على شعرها وتتأكد أن الماء بلغ أصول الشعر ولا يشترط أن تنقض هذه الظفائر أما الحيذ فالأفضل إنها تنقضه الأفضل أن تنقض شعر رأسها حتى يبلغ الماء جميع خصل الشعر بالنسبة للجنائز تخالف المرأة الرجل في أنها تكفن وهذا الأفضل والأولى أنها تكفن في خمسة أثواب والرجل يكفن في ثلاثة في ثلاث لفائف أما المرأة في خمسة أثواب اللي هو الخمار والقميص والعزار هذه ثلاثة تلبس المرأة عزار على من سرتها إلى أسفل هذا عزار وتلبس قميص وتلبس يلف عليها خماراً على رأسها ثم تدرج في لفافتين في لفافتين مثل إدراج الرجل فإذاً هذه خمسة أثواب المرأة تكفن فيها بخلاف الرجل فإنه يدرج في ثلاث لفائف في ثلاث لفائف لو أدرجت المرأة بلفافتين أو ثلاث لفائف لا بأس لكن الأفضل والأستر لها أنها تدرج في خمسة أو تكفن في خمسة أثواب من الأحكام أيضاً في الجنازة أنها الأفضل أن تستر جنازتها بمحفة بقبة على النعش توضع على النعش يكون أستر لها يكون أستر لها حتى لا يراها ويرى حجم بدنها الرجال هذا الأفضل والأولى اللي يراها الرجال وهي مكفنة وأيضاً عند إنزالها في القبر الأفضل والأولى أن تستر عن عين الرجال فيغطى القبر أثناء إنزالها للقبر يغطى بالرداء أو نحو ذلك حتى لا يراها الرجال وإن يكون ترتيب المرأة بين الجنائز إذا قدمتها الجنائز وقدم رجال ونساء فإن المرأة تكون خلف الرجال بمعنى أنه يقدم الرجال ثم النساء ثم الأطفال ثم الأطفال فبهذا الترتيب يعني إلى القبلة يكون الرجال ثم بعدهم النساء ثم بعدهم الأطفال وأين يقف الإمام يقف عند وسط المرأة حيث أن إذا قدمت المرأة للصلاة الجنازة الرجل سيقف الإمام عند رأسه عند رأسه والمرأة عند وسطها لماذا يقف عند وسطها لأنه أستر لها لأنه أستر لها فستكون الجناز أثناء ترتيبها للصلاة عليها متخالفة بحيث أنه يأتي وسط المرأة عند رأس الرجل أو صدر الرجل بحيث أن الإمام إذا وقف يكون أمامه صدر وسط امرأة ورأس رجل ثم يصلي عليها وهذا علته كما قلنا لأنه حرص الشارع على ستر المرأة حية وميتة بالنسبة للمسح أثناء لبس الخفين أو الشراب أو الجبيرة أو ما شابه العمامة من خمار أو نحوه هذا يختص المرأة من بين سار الرجال أنه يجوز لها أن تمسح على الخمار على الخمار الذي قطت به رأسها وأدارته تحت حلقها بخلاف الرجل بخلاف الرجل المرأة إذا وضعت خمارا على رأسها وأدارته تحت حلقها فإنها يجوز لها أن تمسح عليه متى إذا لبسته على طهارة إذا لبسته على طهارة كما أن الرجل يمسح على العمامة أما المسح على الخفين والجبيرة فهذه حكمة حكم الرجال لا تختلف أن الرجل يمسح إذا لبس الخفين على طهارة أو الشراب على طهارة أنه يمسح عليها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر هو حكم واحد يختص بالمرأة أنها يجوز لها أن تمسح على الخمار ويجوز أيضا لو وضعت الحنى على رأسها أو أي حاجة للزينة أو نحو ذلك وكان مظفور مع الشعر مربوط ويشق عليها أن تزيله فإنه يجوز لها أيضا أن تمسح عليه يجوز لها أن تمسح على ما فوق رأسها الآذان والإقامة بالنسبة للمرأة المرأة لا تؤذن ولا تقيم لأن الآذان نداء للغائد والإقامة نداء للحاضر وهي ما عندها أحد ما عندها أحد أرادة أن تصلي جماعة مع النساء أيضا لا يشرع لها آذان ولا إقامة لأنه لم يرد ذلك عن رسولها سلم ولا يمرد عن نساء الصحابة أنهن كنا يؤذن أو يقمنا الصلاة بل تشرع في الصلاة مباشرة بقينا في عورة المرأة في الصلاة المرأة كلها عورة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة ونقول وجهها إذا كانت بغير حضرة الرجال الأجانب فالأفضل إنه إذا كانت لوحدها ومعزولة عن الرجال الأجانب الأفضل أن تكشف وجهها أثناء الصلاة تكشف وجهها أثناء الصلاة وفيه خلاف أيضا في القدمين والأولى أن تغطي قدميها أما اليدان فلا بأس بكشفهما القدمين الأولى والأفضل أن تغطي قدميها فتلبس لباسا سابغا ساترا محتشما أثناء الصلاة وبأي لباس صلت بشرط أن لا يكون لافت لانتباه الرجال أو نحو ذلك تصلي بأي لباس كان بالأسود بالأحمر بالأخضر المهم لا يكون زينة ولا يكون لافت لنظر الرجال وتكشف وجهها ويديها في الصلاة لا بأس لكن الأفضل والسنة أن تكشف وجهها لا تغطي وجهها فإذا كانت بحضور رجالنا جانب فلا يجوز لها أن تكشف وجهها طبعا يكثر في لباس النساء في الغالب التصاوير سواء كانت اللباس من قماش ثياب أو حلي المصانع تصنع وتضع فيها التصاوير مثل الفراشات والثعابين والحيوانات وصور الرجال ونحو ذلك والنساء أو ما شاب ذلك التصاوير هل يجوز المرأة أن تصلي في هذه التصاوير لبس التصاوير محرم أي ثوب أو حلي على شكل صورة كاملة صورة كاملة لحيوان أو أي تصاوير أو رجل أو امرأة أو نحو ذلك هذا يحرم على الرجال وعلى النساء لبس هذه التصاوير لبس الثياب التي فيها تصاوير أما إذا كان جزء من الصورة مثل يد مثل رجل مثل واجه فهذا لا يحرم لكن يعني يلبس ثوب في صورة كاملة لحصان أو حمار أو كلب أو أسد أو ما شابه ذلك أو فراشات فهذا يحرم عليه طيب هل إذا لبس الإنسان الثوب اللي فيها الصورة تبطو الصلاة وصل سواء كان رجل أو امرأة وصل هل تبطو صلاته نقول لا لا تبطو صلاته لكنه يكون آثم للبسه المصور والأفضل للمرأة أن تجتنب هذا وتنتبه فإن الآن الأسواق مليئة بالثياب ملابس للأطفال للنساء للرجال للأولاد التي فيها التصاوير فلننتبه لمثل هذه الأمور ولا نقتني مثل هذه الأمور والتجار إذا رأوا الإعراض عن مثل هذه الأشياء ما عاد يعني يستوردون مثل هذه البضائع التي يعثم الإنسان بلوسها وكثير الآن نشوف الرجال عليهم الصور ولا يهتمون بها في ثيابهم وكذلك النساء وكذلك يشترون الملابس للأطفال والبنات ونحو ذلك عليها تصاوير هذه الحمد لله مدامنا محرم في شريعتنا فنبتعد عنها لأننا سنكسب الإثم بلوسها هذا ما في كلام إنها محرمة وأن الإنسان إذا ربيس الثوب الذي فيه صورة كاملة يكون آثم آثم يبقى الصلاة هل تصح في اللباس اللي فيه تصاوير ولا ما تصح سواء كان الرجل أو المرأة فهذا يعني ذكر العلماء أن الصلاة تصح مع الإثم تصح مع الإثم صلاة الجماعة للمرأة المرأة ليس عليها صلاة الجماعة والأفضل أن تصلي في بيتها أن تصلي في بيتها لأنه أستر لها ورسول صلاة ورسول ورسول صلى الله سواء إذا كانت في الحرم أو في المساجد أو في مصلى العيد أو مصلى الاستسقاء ونحو ذلك فلتخرج تفلة بمعنى أنها غير لابسة للزينة وغير متطيبة والرسول السلام يقول أنها إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان وخصوصا إذا كان فيها رائحة الطيب ونحو ذلك هذه تفتن وتفتن أيضا فتخرج تفلة يعني لا تلبس لباس الزينة وما يلفت نظر الرجال وحتى لو كانت كاشفة لوجهها على رأي بعض العلماء والذين يجيزون كشف الوجه أنه ليس بعورة وإلا فإن بعض العلماء وهم أسعدوا بدليل أنهم يقولون بوجوب تغطية الوجه فإنها أيضا لا تضع أدوة الزينة على وجهها لا مكياج ولا حمرى ولا غيرها لأن الوجه هو مجمع المحاسن في المرأة هو مجمع المحاسن في المرأة فلا يجوز لها أن تضع المكياج وتأتي تصلي في المسجد أو في الأسواق وتفتن الرجال وتفتن هي بهم فإذا خرجت هي تريد طاعة الله سبحانه وتعالى تريد العبادة تريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة جماعة سواء الفروض أو صلاة الترويح في رمضان وإنها تخرج تفلة وتخرج غير متطيبة وتخرج غير متزينة في وجهها وذكرنا أن الوجه هو مجمع المحاسن والرجل ما يلفت انتباهه إلا وجه المرأة الآن حينما قال الرسول السلام لعبد الرحمن بن عوف أنه حينما أرادني اتزوج قال له انظر إليها قال هل نظرت إليها؟ قال لا قال انظر إليها فإن في أعين للأنصار شيئا انظر إليها فلماذا قال أنظر إليها؟ أنظر إليها وين ينظر؟ ينظر إلى رجلها أو ينظر إلى يدها أو وين ينظر؟ ينظر إلى وجهها والرجل دائماً عينه على وجه المرأة يتبين له المحاسن ويتبين له الدمامة فإذاً هو مجمع المحاسن فيجب حجبه عن الرجال الأجانب وإذا كشف فإنه يكون غير مكياج ولا زينة ولا كحل ولا أي تحسينات طبعاً القواعد من النساء كما قال الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة شوف غير حرم كبيرة امرأة كبيرة عجوز شرط الله سبحانه وتعالى أو أمرها أن لا تكون متبرجة بزينة أن لا تلبس الثيابة الجميلة لا تلبس وممكن أنها تكشف وجهها وتكشف يديها التي تبدو في الغالب هذه المرأة العجوز التي لا تشتهى وليس لها شف في الرجال وليس في الرجال أيضاً شهوة لها فهذه لا بأس أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها قال وأن يستعففنا خير لهن وأن يستعففنا خير لهن يعني أن المرأة ما تفرح وتقول أنا امرأة كبيرة وأنا عجوز أبغى أتخفف من العباية والجلباب أو نحو ذلك لأن السلف فسروا الثياب الثياب حينما قال فليس عليهن جناحنا يضعنا ثياب وهن غير متبرجات بزينة فسروها بوضع الجلباب بس ما هو تخلع ثيابها وتلبس تخرج جسمها ولحمها لا فقط تضع الجلباب اللي تلبسه الفتاة الصغيرة التي تلفت انتباه الرجال لتصرف نظر الرجال عنها فقال وأن يستعففنا خير لهن يعني أذن لهن بوضع الثياب الجلباب لكنه قال وأن يستعففنا خير لهن فهو أفضل وأولى ولها لاجر عند الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للصلاة قلنا إن المرأة عورة وإلا وجهها ويديها في الصلاة فالسنة أن تكشف وجهها في الصلاة وأيضا المرأة تحضر صلاة العيدين وتحضر صلاة الاستسقاء ولو كانت حائض ولكنها تعتزل المصلانة لقل الرسول سلم وليعتزل الحيض مصلانة لكن تحضر الصلاة وتحضر الذكر الخطبة وتؤمن على دعاء الإمام هذا بالنسبة لصلاة العيدين الإمامة في الصلاة الإمامة في الصلاة لا يجوز أن تأم المرأة الرجال بحالة من الأحوال لأن هذه ولاية عامة والرسول سلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أما مع النساء فيجوز لها أن تصلي جماعة في النساء وأين تكون؟ تكون وسط النساء لأنه أيضا مبالغة في الستر لها لأن لو كانت أمام النساء لا تكشف بدنها وترى النساء منها أوضاع غير مناسبة فيتصلي في وسط النساء إمامة لهن عن يمينها نساء وعن يسارها نساء صفة ركوع وسجود المرأة في الصلاة وجلوسها للتشهد أيضا المرأة تخالف الرجل أثناء السجود والركوع الركوع يسن للرجل أنه إذا ركع يجافي عضوديه عن جنبيه يفرق بين ما يضع عضوديه على صدره وإذا سجد يجافي أيضا يسجد ويجعل وجهه بين يديه ويجافي أيضا عضوديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه ويكون ناصبا قدميه أما المرأة فتخالفه في ذلك في السجود في حالة السجود يقول العلماء أنها تتضام ما معنى تتضام؟ يعني تضم عضوديها إلى جنبيها لأنه أستر لها وتضم فخذيها إلى بطنها وتضم فخذيها إلى ساقيها وتضم فخذيها إلى ساقيها بحيث أنه لو أنها سجدت مثل سجود الرجل ورآها الرجال فإنها تكون على صفة غير مناسبة لنظر الرجل هذا إذا كانت بحضرة الرجال أو الرجال يمرون ويرونها تفعل هذه الأشياء وإلا فإنها سجودها وركوعها مثل الرجل إذا كانت في بيتها أو كانت في جماعة نساء فإنها لا تتضام كيف تجلس للتشاهد؟ يقول العلماء أنها تجلس طبعاً الرجل في التشاهد الأول يتورك وفي التشاهد الأول يفترش إحدى رجليه وينصب اليمنى وفي التشاهد الأخير يتورك الرجل بمعنى أنه يضع اليتيه على الأرض ويخرج قدمه من تحت ساقه الأيسر ورجله منصوبها اليمنى أما المرأة فإنها لا تفعل ذلك إما أنها تسدل رجليها عن جم في التشاهدين وتجلس على أليتيها أو أنها تجلس متربعة أنها تجلس متربعة لأن الصفة التي يجلس عليها الرجل لا تناسب المرأة طبعاً لو طهرت الحائض أو النفساء بعد دخول وقت العصر أو دخول وقت العشاء يعني كانت وقت صلاة الظهر حائض ثم دخل وقت صلاة العصر ثم طهرت رأت الطهر وقت صلاة العصر طبعاً ممتد إلى صلاة المغرب فماذا تصلي؟ أو العشاء كانت المغرب حائض ثم رأت الطهارة بعد دخول وقت صلاة العشاء فماذا تصلي؟ العلماء في ذلك على قولهم بعضهم يقولون أن الوقت الذي طهرت فيه تصليه لوحده وبعض العلماء يقولون أن المرأة إذا طهرت بعد دخول وقت العصر لازمها أن تصلي صلاة الظهر المجموعة إليها فعندنا الظهر والعصر تجمع إحداهما إلى الأخرى جمع تقديم أو جمع تغير والوقتان تكون كالوقت الواحد فبعض العلماء يقول ما داماً وقت الظهر والعصر وقت واحد فإذا طهرت في أثناء في بعد دخول وقت صلاة العصر فإنها تصلي الظهر ثم تصلي العصر لأنها وقتهما واحد ولو أنها طهرت بعد دخول وقت صلاة العشاء فإنها تصلي المغرب ثم تصلي العشاء لأن الوقتين كالوقت الواحد من الأحكام أيضاً التي تتعلق بالمرأة الصفرة والكدرة في أيام الحيظ وقبله أو بعده المرأة أحياناً ينقطع عنها الدم في أثناء الحيظ مدة الحيظ سبعة أيام مثلاً وتبدأ ترى صفرة أو كدرة ما ترى دم فنقول لها هذا ضمن أيام الحيظ وعائشة رضي الله عنها حينما سألتها الصحبيات عن هذا قالت لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء ففي هذه الحالة يجب عليها أن تنتظر لأنه ربما يعاودها الدم ولو رأت هذه في الصفرة والكدرة في أيام الحيظ حيث في أيام الحيظ حيث ليس الطهارة إلا أن تنشف المرأة وتخرج القطنة ناشفة بيضاء أو أنها ترى السائل الأبيض اللي يخرج من بعض النساء التي تسمى القصة البيضاء قبل الحيظ إذا كان قريب من الحيظ جداً فإنه يعتبر حيث إذا كان أثناء الطهر ورأت بعض النساء تقول أني أرى صفرة أو كدرة يعني بعد أن أطهر بيوم أو يومين أو خمسة أيام ترى صفرة تخرج منها أو كدرة يعني لون بني أو بيج أو نحو ذلك يعني ليس أبيض نقي ما يخرج منها المال أبيض نقي ففي هذه الحالة هذه لا تعتد بها لا تعتد بها التي قبل الحيظ والتي قبل الحيظ مباشرة والتي قبل بعد الحيظ هذه لا تنظر إليها المرة حتى تأتيها العادة من جديد وطبعاً تتوضى الصفرة والكدرة هذه إذا رأتها تنقذ الوضوء ويجب عليها الصلاة بطهارة أخرى لو كانت متطهرة ثم رأت صفرة أو كدرة هذه نقول لا تنظرين إليها وصومي وصلي بس اغسلي الآثر وتوضيي للصلاة طبعاً الدم الخارج قبل الولادة هل يعتبر من النفاس المرأة قبل الولادة قد يخرج منها دم قبل أن يخرج الطفل بيوم أو يومين أو ثلاث يقول العلماء أنه إذا كان معه طلق لأن المرأة أحياناً يبدأ طلق معها قبل الولادة يبدأ معها طلق قبل الولادة فهذا يعتبر العلماء من النفاس وتترك الصلاة وتترك الصيام هذا بالنسبة للدم الخارج قبيل النفاس طبعاً المرأة إذا أسقطت أو أجهضت ولد ما الذي يعتبر نفاس وتترك الصومة والصلاة له ولو كان يخرج منها دم يقول العلماء أنه إذا خرج سقط الولد فيه شكل الإنسان وهيئة الإنسان يعني مخطط وفيه أعضاء ونحو ذلك فهذا يعتبر نفاساً يعتبر نفاساً فيجب أن تترك الصوم والصلاة خلال نزول الدم والنفاس حينما يقول العلماء أن مدة النفاس أربعين يوماً هي أربعين يوماً في الغالب للنساء أربعين يوماً لكن قد تطهر المرأة لأقل من ذلك بل إن من النساء من تسمى ذات الجفوف تلد ولادة عرية عن دم هذه إذا ولدت ولم يخرج منها دم هذه في هذه الحال تقتسل وتصلي وتصوم ولكن يكره لزوجها إذا طهرت قبل الأربعين يكره لزوجها أن يطاءها حتى لا يعاودها الدم لأن بعض النساء قد تطهر لعشرين يوم أو خمسة عشر يوم وتجف ولا يخرج منها دم يقول العلماء هنا تقتسل وتصوم وتصلي لكن يكره لزوجها أن يطاءها إلى الأربعين خوف معاودة الدم طبعاً بعض النساء يخرج منها بعض الإفرازات المهبلية ليست دم وليست كدراء أو صفراء يخرج منها مياه فهذه المياه تخرج منها أثناء في أيام الطهر فهل هذه تنقض الوضو وهل يجب لها غسل وهل هي نجسة أو غير نجسة العلماء يقولون أن هذه المياه ليست نجسة فلو لوثت ثيابها أو سراويلها أو نحو ذلك فإنها طاهرة لا تضر لكن يجب عليها أن تتوضأ منها تتوضأ من خروج هذه وتصلي الصلاة إذا كانت مستمرة دائماً يخرج منها يقول العلماء هذه مثل سلسل بول هذه مثل سلسل بول تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة توضأت وصلت كل الوقت فروضاً ونوافل ثم إذا خرج وقت الصلاة ودخل الأخرى تتوضأ وضوءاً آخر لكن بعض العلماء يقول أنها لو توضأت لصلاة الظهر واستمر هذا الخارج معها إلى صلاة العصر وهي لم ينتقض وضوها بشيء من نواقذ الوضوء كالبول والغائط والريح ونحو ذلك الأشياء التي تنقض الوضوء فإنها تستمر على طهاراتها حتى يخرج منها ما ينقض وضوءها في العادة أما الإفرازات التي تخرج فإنها تصلي بالوضوء الأول لكن الأحوط أنها تكون مثل من به سلس بول سواء كانت هي أو الرجل أنها تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ثم تصلي في هذا الوضوء الفريضة والنوافل مثل من الظهر إلى العصر والمغرب طبعاً إلى العصر إلى المغرب طبعاً ما فيه تنفل ولا فيه سنن لكن من المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى الفاجر هذا تصلي الوقت كله فروضاً ونوافل القول الثاني الذي ذكرناه أسمح وأبعد عن المشقة والحرج أنها متى ما توضأت للصلاة فإنها يكفيها وضوها ما لم يخرج منها شيئاً ينقض الوضوء من المتفق عليه طبعاً قبل أن نترك الصلاة الإمام عندما يسهو يقول العلماء أن المرأة تنبهه والرجل ينبهه ماذا يقول الرجل؟ يقول سبحان الله عشان ننبهه أنك قمت إلى ركعة أو سلمت من ركعتين أو نحن يعني صلاتك فيها خلل ناقصة أو زايدة ونحن ذلك فالرجل يسبح والمرأة ماذا تفعل؟ يقولون تصفق المرأة تصفق هذا بناءً على ماذا؟ بناءً على أن صوت المرأة عورة والصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة والله سبحانه وتعالى وجه النساء قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكان رسول الله سلم يتحدث ويكلم ويدرس النساء فصوت المرأة ليس بعورة لكنها يجب عليها أن تبتعد عن الخضوع بالقول أو ذكر الأشياء التي تدعو إلى فتنة الرجل أو التغنج في الكلام أو ترقيق الكلام أو نحو هذه الأشياء التي يفتتنوا بها الرجال وله فإن صوت المرأة ليس بعورة لكن العلماء يقولون أن المرأة تصفق إذا ناب الإمام شيئا نقصت صلاة ونحن ذلك وراد التنبيهة أن تصفق المرأة والرجل يسبح بقي علينا قبل أن نغادر حكام الصلاة أنها إذا حضرت الصلاة تجمع أين تصلي المرأة تصلي خلف الصفوف تصلي خلف صفوف الرجال والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها يعني القريبة من الرجال لكن لو كانت المرأة في مكان معزول مع النساء في غرفة ولا في حضار أو نحو ذلك موضوع للنساء خاصة كصلاة الترويح أو صلاة الفروض مثلا في المسجد الحرام ونحو ذلك إذا أمر الله خير وضعين أماكن للنساء فهي أيضا مثل الرجل تحرص على الصف الأول لأنها بعيدة عن الرجال أصلا والذي قلناه أنها إذا كانت ما بينها وبين الرجال حاجز فخير لها أن تبتعد هذاك تقول وين أقف نقول قفي في آخر صفف النساء عشان كل ما ابتعدت عن الرجال فهو أفضل فهو أفضل فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها طبعا كما قلنا إذا كانت بين الرجال هل يجوز أن تصف المرأة مع الرجال يعني الآن مثلا في زمن الحج والعمرة وزحام في المسجد الحرام ونحو ذلك ترى أن بعض النساء ما تجد مكان وكذا وتصلي عند الرجل هذا يكره أنه تصلي بين الرجال ويكره للرجل أنه يصلي خلف امرأة أو عن يمينه امرأة أو عن يمين الرجل فليحرص الرجل أنه يصلي الصلاة في مكان بعيد عن النساء وإن حصل هذا الاختلاط في الصلاة وجاءت المرأة أو نساء بين صفوف الرجال فهذا لا يؤثر على الصلاة لكنه يكره لهن أن يأتينا للرجال برضو قلنا أن المرأة الشارع أعطاها أحكام خاصة إما لطبيعتها أو ستراً لها أو أنه يشق عليها ويعني يحرجها بعض هذه الأحكام ننتقل الآن إلى أحكام المرأة في الصيام الحامل والمرضع يجوز لها الفطر يجوز لها الفطر من أجل حملها من أجل الحمل أو من أجل نفسها إذا كانت تتعب هذه من الأعذار التي تبيح لها الفطر إذا كانت حاملاً وتتعب وجاءت تقول أنا حامل وأتعب وكذا فنقول لها أفطري وعدة من أيام أخر هذا مثل المريض وكذلك المرضع التي ترضع على ولدها وتخاف على ولدها أو تخاف على نفسها من المرض أو قلة الحليب أو نحو ذلك فأيضاً نقول وما جعل عليكم في الدين من حرج أفطري وإذا كبر الولد وارتفع فإنه يجوز فإنه تقضينا رمضان فالحامل والمرضع من الأعذار التي تبيح لها الفطر في رمضان حملها وارضاعها إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسهما وولديهما من أحكام الصيام تخير قضاء رمضان لما كان الزوج أو رضاع الطفل يعني المرأة لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى أن يدخل رمضان الآخر لا يجوز لا بد أن تقضي رمضان ولأفضل أن يكون على الفور لكن يجوز لها أن تأخره إلى آخر شعبان وكانت عائشة تفعل ذلك رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول كان يكون علي الصوم الرمضان فلا أقضيه إلا قبل رمضان القادم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فكانت تؤخر الصيام فهذا الأصل أنه الإنسان يبادر بالقضاء من بعد يوم العيد ثاني العيد يبدأ يقضي ما عليها من أجل أنه لا يعني لا يبرد الإنسان ويشق عليه في مبعد لكن لو أخره مثلاً قضاء رمضان قال الشتاء أنا الآن في الصيف والشتاء سيأتي بعد شهرين ويكون أقصر للوقت وأبرد لا بأس لكن الفورية طيبة جداً في قضاء العبادات حتى لا يعني الإنسان يكون مثلاً يكلفها القضاء أو نحو ذلك فيبادر إلى الصيام وينتهي منه ويكون صيامه أيضاً مع الناس أعوان له صيامه مع الناس أعوان له لأنه إذا صام لوحده ثقل عليه فإذا صام مع الناس خف عليه فلاحظوا الآن مثلاً رمضان الناس يصومون شهراً كاملاً لكن مدام المجتمع كله يصوم والمؤمنون يصومون تجدوا بالأكسس تشوق إلى الصيام وهي شهر كامل وخفيف عليه بل أنه إذا انتصف رمضان قال الله مستعان يعني راح رمضان وأسف عليه فإذا بلغ العشرين وإذا بلغ خمس عشرين يأسف عليه مع أنه صيام لكن إذا كان الإنسان عليه قضاء رمضان يوم ويومين ثلاثيهم تثقل عليه لأنه سيصوم لوحده فإذا المرأة يجوز لها أن تؤخر القضاء بسبب لمكان زوجها أو لأن عندها طفل ترضعه وتخشى عليه أنه إذا صامت ينشف ثديها أو نحو ذلك أو أمور أخرى مثلها طيب صيام الست من شوال وكثير يسأل عن مثل هذا الرسول عليه السلام يقول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صامت دهر كله المرأة أحيانا تكون نفسة في رمضان كله كامل ويجي يوم العدوه نفاس وتريد القضاء طبعا شهر لو قضت شهر رمضان في شوال ذهب عليها الست من شوال أفتى بعض العلماء أنها تقضي رمضان أول لقول الرسول عليه السلام من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال بعض الناس يقول أنا أصلي أصوم الستة من شوال ثم أقضي رمضان نقول له ما يصلح نقول هذا ما يصلح لأن رسول الله سلم يقول ثم أتبعه بستة أنت إلى الآن ما صمتي رمضان حتى أنك تتبعينه بالستة من شوال فأنت صومي رمضان طيب ينتهي رمضان الثلاثين يوم تنتهي بنهاية شوال نقول بعد نهاية رمضان قضاء رمضان صومي ولو كان في شهر ذي القعدة صومي الستة من شوال ولو كان في شهر ذي القعدة حتى تدركي الآجر في مثل هذا طبعا إذا طهرت النفساء والحائض قبل طلوع الفجر فماذا يجب عليها في رمضان طهرت قبل طلوع الفجر نقول لها يجب عليك أن تغتسلين وتصلينا صلاة الفجر هل يجب عليها الغسل قبل طلوع الفجر لا نقول ما في شكال الجنوب والحائض لو خرج أذن قصدي المؤذن وهو عليه جنابه أو عليه حائض فلا بأس لكن لا بد أن تغتسل الحائض ويغتسل الجنوب ثم يصلي صلاة الفجر في وقتها فهذه متى ما طهرت لو قبل أذن الفجر بدقيقة رأت الطهارة فإن خلص يجب أنها تغتسل وتصلي تغتسل الآن أو تغتسل بعد الفراغ من الأذانة المهم أنها تغتسل قبل طلوع الشمس قبل خروج وقت صلة الفجر وتصلي الفجر وكذلك الجنابة يجوز للإنسان أن يصوم ويعقد الصيام والنيات الصيام ولو عليه جنابه ولو عليه جنابه ثم أذن المؤذن وعليه جنابه يعقد الصيام خلص يتوقف أن لكله الشرب وينوي الصيام بعض الناس قد يسأل يقول كيف أنوي الصيام وأنا جنوب نعم ما فيه إشكال ما فيه إشكال أنوي الصيام ثم بعد الآذان اغتسل وأنت على نيتك الأولى كذلك المرأة تغتسل وتصلي الفجر هذا بالنسبة لإحكام على عجالة بالنسبة للمرأة في أحكام الصيام طبعا الحج والعمرة المرأة أيضا لها أحكام ونتخصها الحج لا يجب على المرأة إلا بوجود محرم الله سبحانه وتعالى يقول من استطاع إليه سبيل من استطاع إليه سبيل والاستطاعة هي الزاد تكاليف والراحلة اللي هي المركوب وأمن الطريق هذا بالنسبة للرجل إذا وجد الزاد والراحلة وصار الطريق معمونا إلى مكة أو إلى الحرم فإنه في هذه الحالة يجب يتوجه عليه الوجوب وجوب الحج والله سبحانه وتعالى خفف عن الرجال وخفف عن النساء في مسألة الحج مع أنه ركن من أركان الحج فلا يجب إلا على المستطيع الزاد والراحلة وأمن الطريق هذه لا بد أن تتوفر إلا لا يجب عن الرجل بقينا في المرأة المرأة أيضا لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا إذا عندها محرم محرم يصحبها إلى مكة وتأخذ العمرة معه أو تحج معه يعني بعض النساء تحرص على أنها تأتي والله سبحانه وتحاله خفف عنها قال من استطاع إليه سبيله أنت ما تستطيعين ما عندك محرم خلاص الحمد لله ما عليك تكليف ولا عليك حج إلا إذا تيسرك للمحرم توجه عليك الوجوب ففي هذه المسألة وجوب الحج تختلف المرأة عن الرجل في هذه الحالة إذا لم تجد محرما يصحبها أبوها أخوها زوجها ابن أخيها أي واحد من محارمها يصحبها إلى الحج وتكون نفقة أيضا المحرم على المرأة تكون نفقة لو ما عندها أيضا نفقة وجدت المحرم وتقول أنا ما ما عندي الحقيقة ما ما أعطيه نفقة أقطع له التذاكر يعني أشتري له التذاكر وتكاليف العمرة ونحو ذلك هي متوجهة عليها ليست هذا هذا محسن محسن فيجب عليها أن تتكفل قالت أنا عندي محرم لكن لا أستطيع أدفع التكاليف هذا من استطاع إليه سبيل الزاد والراحلة ما وجدت لها ولا لمحرمها زاد وراحلة برضوه يسقط عن الحج حتى تستطيع فالله سبحانه وتعالى قال من استطاع إليه سبيل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والحمد لله ما ينقص من أجره شيء وليست مطالبة أصلا ليست مخاطبة بالحج والعمرة في هذه الحالة إذا لم يكن عندها محرم ونفقة إذا لم يكن عندها محرم ونفقة فإنها ليست مخاطبة في هذا المرأة إذا وصلت الميقات تحرم وتلبي مثل الرجال لكن لا ترفع صوتها بالتلبية وتختلف عن الرجال في لبس المخيط الرجال يتجردون من المخيط والنساء تلبس أي ثيام تحرم بها لونا وتفصيلا أي ثياب تحرم بها سواء كان أحمر أو أخضر أو أبيض يعني لا تلتزم بعض النساء تجدون يلتزمون بالبياض أو يلتزمون بالخضرة أو بالسواد أو نحو ذلك لا تلبس ثياب ساترة محتشمة لا تبدي تفاصيل جسمها ولا عورتها وتلبس أي لباس شاءت لكن لا تكون متبرجة بزينة بس حتى لا تلفت الثياب هذه تلفت أنظار الرجال والنساء يعرفن يعني الثياب التي تلفت الانتباه والتي لا تلفت كما أنها تعرف إذا أرادت أن تخرج إلى السوق أو تخرج إلى الرجال أو نحو ذلك جلست ساعة أو ساعة ونص وهي تتمكي وجهها حتى لا يراها الناس على هيئة غير صحيحة فالنساء يعرفن يعني لا يحتاج أن نفصل في الثياب التي تلبسها لقدومها إلى المسجد أو صلة العيدين أو صلة الاستسقى أو الحج والعمرة تلبس ثياب غير متبذلة يعني ثياب بذلة ثياب بذلة يعني ليست ثياب جمال وزينة ولفت لأنظار الرجال فالمرأة تحرم بالثياب وتلبس الثياب السابقة وتكشف وجهها وكفيها لا تلبس لا تنتقب المرأة هذا نحو الرسول النقاب لا تنتقب بل تكشف وجهها المرأة إحرامها في وجهها وكفيها فعند عدم حضور الرجال الأجانب لا بد أن تكشف وجهها وكفيها لا تغطي وجهها إحرامها في وجهها وكفيها أما إذا حضر الرجال كما قالت عائشة رضي الله عنها أن تقول إذا انصرف الرجال عنها كشفنا وجوهنا فإذا أقبل الرجال سدلنا الخمار على وجوهنا رضي الله عنها وأرضاها فالمرأة إحرامها في وجهها وكفيها لا تغطي ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفزين القفزين التي هي مدنسيس اليدين بل تكشفهما تكشف الواجه وتكشف اليدين طبعاً في أشياء قد تخفى على النساء أو على أولياء الأمور أيضاً قلنا أنها تحرم من الميقات أحياناً بعض الناس يقول لنا وصلنا إلى الميقات وامرأتي حايظ أو أمي حايظ أو أختي حايظ أو أنها حاضت في الميقات نقول لا بس تحرم بالحج والعمرة وتلبي ولو كانت حايظة ثم إذا وصلت إلى مكة تمكث في البيت أو الغرفة حتى تطهر وهي محرمة لا يجوز لزوجها أن يقربها تبقى على إحرامها لا يجوز لزوجها أن يقربها ولا تبتعد عن محذورات الإحرام كلها لأنها محرمة فإذا طهرات آتت إلى الحرام ومش اللي ممنوع عنها في الحج والعمرة ممنوع أن تطوف بالبيت كل شعائر الحج أو مناسك الحج والعمرة تؤديها المرأة غير أن لا تطوف بالبيت وبناء على ذلك لو أنها المرأة طافت ثم حاضت فرغت من الطواف بالبيت ثم حاضت باقي عليها من العمرة وإيش باقي السعي والتقصير وتحل نقول لها تسعى تسعى ما فيه شكال وهي حايظ وهي حايظ تسعى وهي حايظ لأن المسعى لا يعد أو لا يعتبر من البيت لا يعتبر من البيت هو خارج المسجد الحرام خارج المسجد الحرام فالمرأة إذا طافت ثم حاضت فإنها لا تمتنع من شيء تكمل حجها وتكمل عمرتها طالما أنها طهرات مما يختص بالمرأة الرمل وكثير بعض الناس نراهم في المسعى ترمل بين العالمين في المسعى ترمل بين العالمين وهذا قال العلماء أنها لا ترمل المرأة الرجل يسرع الخطى بين العالمين يهرول لكن المرأة لا ترمل بين العالمين لماذا سترا لها لأنها إذا ركضت أو رملت تبين منها أشياء قد تلفت أنظار الرجال فهو أسر لها لا ترمل بين العالمين كما يرمل الرجل طيب لو أن المرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها للحج يعني حينما وصل الميقات كما صار لعائشة رضي الله عنها أنها أحرمت مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة قالت لبيك عمرة فلما وصلت إلى مكة حاضت فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة ثم تكون قارنة فيكفيها للحج والعمرة يعني لا خلاص على طول تطلع العرفة أو تطلع الميناء تطلع الميناء يوم التروية أو تطلع العرفة وتكم الحجها ثم إذا كان يوم العيد تطوف وتسعى هذا في طهر تطوف وتسعى وتكون قارنة وليست متمتعة فبعض النساء تحرم من الميقات فإذا وصلت مكة وجدت أنها قد حاضت باقي عليها العمرة العمرة قد يكون لا يتسع وصولها إلى مكة لأنها تأخذ العمرة وتفرغ منها بعد الطهر فأمرها الرسول سلم أمر عائشة أنها تدخل الحج على العمرة وتقول لبك حجها ثم تحرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر